اشتركوا في القناة هتمتحن في يونت 9 ويونت 10 احنا الحلقة اللي فاتت شرحنا لك يونت 9 جبنا لك فيها اهم التدريبات واهم الجمل المتوقعة الخاصة به يونت 9 النهاردة ان شاء الله هناخد يونت 10 هشرح لك اهم القواعد الموجودة في الوحدة دي وهجيب لك كمان اهم التدريبات المتوقعة في امتحان شهر ابريل يونت 10 بعنوان داون توين وسط المدينة يا ترى ايه هي اهم القواعد اللي موجودة في الوحدة دي انا عايزك تركز على فيرب توبي ووس معناها كان ووير معناها كانوا طيب عايزك الاول تعرف انة وز النفي بتاعها وز نوت وبتختصر ليه وز انت ووير النفي بتاعها وير نوت وبتختصر ليه وير انت ده ضروري تعرف الكلام ده تعال بقى نعرف وز دي بتيجي مع ايه وز بتيجي مع دمائر اي وهي وشي وات او اي اسم مفرد ووير بتجي مع ضمائر ذي ووي ويو او اي اسم جمع ده الشكل اللي قدامك ده لازم تحفظه ولازم تفهمه كويس جدا عشان تعرف تعمل الجملة اللي قدامك دي اقول اي واز او ذي وير وحط ات قبل الاماكن واجيب المكان بتاعي يبقى اي واز ات ذا بوكشوب او ذي وير ات ذا بوكشوب دي كجملة مثبتة اما لو كانت منفية هي هتبقى نفس الجملة ولكن هعملها نفي فتبقى اي وزنت او ذي ويرنت وحط ات وحط طبعا المكان يبقى اي وزنت ات ذا هوسبيتال او ذي ويرنت ات ذا هوسبيتال ايه كمان اللي انا عايزك تركز عليه عايزك تركز على استخدام هوز اللي هي اداة استفام معناها ملك من لما اجي اسأل عن الشيء ده بتاع مين احنا خدنا الكلام ده في الترمي الاول بس احنا طبعا لازم نراجع عليه بما ان كان فيه تنويه عنه في الوحدة طيب انا عندي هوس معناها ملك من وبتتبع يامن باسم مفرد او باسم جامع لو جي وراها اسم مفرد هيبقى وراها is وهستخدم بعد كده this او that ولو كان اسم جامع هجيب بعدها are وهتبقى this او those فيطلع السؤال بالشكل اللي قدامك كده مع المفرد whose been is this او لو كان مع الجامع هقول whose been are these طيب ايه كمان عايزك تركز عليه شايف ضمائر الفعل اللي قدامك دي ضمائر الفعل اللي هي i he she it they we you كل ضمير فعل من دول ليه صفات ملكية فاي صفات الملكية بتاعها my he his she her it it's they their we our you your دول اسمهم صفات ملكية وصفات الملكية لازم تتبع بنون لازم تتبع باسم فيه كمان مجموعة من الضمائر اسمها ضمائر الملكية لكل ضمير فاعل برضو ضمير ملكية فاي تبقى mine he his she hers it ملهاش they theirs we ours you yours دي طبعا ضمائر الملكية ايه الفرق بقى قدامك كده على الشاشة بين صفات الملكية وضمائر الملكية صفات الملكية لازم يجي وراها اسم لكن ضمائر الملكية ما بيجيش وراها الاسم وممكن كمان تتبع بفعل تعال اشوف بعض الامثلة كده عليها لما اجي اسألك مثلا نقول لك whose pin is this هتجي ترد تقول this is my pin كده ان استخدمت هنا صفات ملكية my طب لو انا عايز ارد بقى بدمير ملكية هقول ايه هقول this is mine تمام طب لو كان السؤال عن الجامع اللي هو whose pins are these هرد اقول these are my pins كده استخدمت الصفات ملكية في جبت وراها الاسم او these are mine كده استخدمت ضمير الملكية دي كده اهم القواعد اللي مقابلك في يونت 10 تعالوا بقى نشوف ايه هي اهم الجمل واهم التدريبات اللي ممكن تجيلك في الامتحان والخاصة بالواحدة العشرة رأس السؤال choose the correct answer from a b c or d number one نقط car is this الاجابة it's his اختيارات who how what whose كده طبعا الاجابة الصحية هتكون whose ليه ده سؤال الملكية اللي احنا استخدمنا فيه اداة لاستفهام whose اللي هي معناها ملك من number two this camera is not اختيارات nine mine your hair انا هنا عايز ضمير ملكية ليه لان ما فيش اسم بعد كده الاسم قبليها فانا كده هاختار هنا mine number three with drink tea these are not cups اختيارات here's mine ours hour طبعا كده بما ان انا عندي هنا اسم هوت فانا كده عايز قبليه صفات ملكية طب هيرز مهاش صفات ملكية ولا mine صفات ملكية ولا ours صفات ملكية امال ايه انا عندي our بس هي اللي صفات ملكية فتبقى our هي الاجابة الصحيحة number four whose glasses not at this الاختيارات are is does do طبعا ده السؤال بتاع الملكية اللي احنا لسه يلينه عندي طبعا glasses جمع فانا كده هجيب are زي انا ما قلتلكم number five are these not at glasses اختيارات hair hairs mine yours طبعا انا عندي النونة هو تفوق اللي هو glasses فكده انا عايز قبلها صفات ملكية واحنا قلنا بقى الفرق بين صفات الملكية ودمير الملكية ان صفات الملكية بيجي وراها الاسم طيب هنا الاسم عندي glasses انا عايز كده ايه صفات ملكية طيب صفات الملكية اللي عندي تحت في الاختيارات مفيش عندي غير هير بس هده اللي صفات ملكية لكن هيرز وماين ويورز يدول دمائر ملكية number six maybe it's hers let's not اختيارات asks asked had ask طبعا اللي جابة الصحية تكون ask let's ask ليه؟ لان let's دي شايف let's دي كويس بص عليها let's دي لازم يجارها فعل في المصدر فعل بدون اي اضافات number seven is this your pairs yes نقاط اختيارات isn't it is is it aren't طبعا هنا الاجابة الصحية تكون it is yes it is ليه؟ السؤال طبعا فوق is this فهيتعكس طبقة it is ولما جا رد على السؤال اللي فيه this ممكن اكرر this في الاجابة وممكن احط مكانها it number eight whose نقاط are these اختيارات book pairs keys puppy طبعا هنا الاجابة الصحية تكون keys ليه؟ لان انا عندي طبعا السؤال ده سؤال عن الجامع مش عن المفرد فانا عايز في الاختار بتاعي يكون جامع فما عنديش في الاختيارات اه اختار جامع خالص غير كلمة keys number nine the museum is not to the chemists اختيارات there over next about طبعا هنا الاجابة صحية تكون next طبعا احنا اخدنا حروف الجر عندي next مرتبطة بتو فاقول next تو لاقيه بجوار number ten we can buy books at the اختيارات museum bookshop garage bakery طبعا هنا الاجابة الصحية تكون bookshop احنا طبعا بنشتري الكتب من محل بيع الكتب number eleven the verse is not اختيارات here your hairs my هنا طبعا عايزين ضمير ملكية لان ما عنديش اسم بعد النقط فكده طبعا في ضمائر الملكية اللي قدامي hair مش ضمير ملكية your مش ضمير ملكية my مش ضمير ملكية ما عنديش غير hairs بس هي لضمير ملكية number twelve there are strong here اختيارات do are it is هنا هنختار يا شباب is ليه لان restaurant مفرد وانا عايز هنا ابدأ بفعل في المفرد فانا هختار هنا is number thirteen they not at the hospital اختيارات was wasn't is where طبعا هنا الاجابة الصحية تكون where ليه لان they بتاخد من فيربي في الماضي where number fourteen هي نقطة at school last week اختيارات was where is are الاجابة الصحية يا شباب هتكون was ليه ليه مختارش is بالرغم من هي بتاخد is وهي بتاخد was طبعا لان انا عندي last week دل على زمن الماضي فانا عايز الاختيار بتاعي فين في الماضي فتبقى واضح الاجابة الصحيحة number fifteen we were at the not we ate nice food اختيارات chemists restaurant cinema bookshop طبعا هنا الاجابة الصحية تكون restaurant number sixteen she was not the department store اختيارات of on at about طبعا انا قلتلكم خد ايبالكم ان احنا هنجيب حرف جر at قبل الاماكن في الجملة بتاعتنا فيبقى الاجابة الصحية هنا at number seventeen we not some pictures اختيارات draw drain drum drink طبعا هنا الاجابة الصحية تكون draw ليه طبعا هو بيقول احنا ايه بعض الصور اه بقى احنا طبعا ايه رسمنا واللي هي we draw some pictures number eighteen don't know the road اختيارات drive ask dress cross cross طبعا الاجابة الصحية تكون cross don't cross the road يعني لا تعبر الطريق number nine let's have a نقط اختيارات crane crayon creek cracker طبعا الاجابة الصحية تكون cracker طبعا let's have دي يعني يلا نتناول او دعنا نتناول نتناول يعني فيها اكل مش هنفع اقول crane ولا crayon ولا creek هينفع طبعا اقول cracker اللي هو البسكويت number twenty نقط are some crabs in the sea اختيارات this that there theirs طبعا هنا الاجابة الصحية تكون there there are اللي هي يوجد طبعا this و that طبعا دول مفرد فعايزين وراهم فعل مفرد there's ما عرفش ابدأ بيها طبعا لان there's دي دمير ملكية فما ينفعش اجيبها هنا في الجملة number twenty whose bears is not اختيارات those these this they طبعا هنا الاجابة الصحية هتكون this ليه لاننا عندي is فعل مفرد فانا عايز طبعا لو انتم فاكرين السؤال انا قلت بعد is اجيب this او that number twenty two this bag is not اختيارات yours yours you hair المفروض كده خلاص الكل اختار هنا yours ليه لاننا طبعا عايز هنا ضمير ملكية لانه ما عنديش اسم بعد النقط number twenty three she not add the museum اختيارات was weren't where are شي بقى ما بتاخدش ولا اختيار من الاختيارات الاربع اللي قدامك دولت غير was فقط فتبقى was هي الاجابة الصحيحة number twenty four thank you so not اختيارات some match many much طبعا لما كنا بنقول لك اه شكرا جزيلا او شكرا كثيرا فاقول thank you so much اللي هي number d وبكده شباب يكون فاضلوا قدامنا الاربع جمل دولت عايزكم تحلوهم وتسيبوني الحل بتاعكم في تعليق تحت الفيديو وانا هرد عليكم ان شاء الله موسيقى لو عجبكم الفيديو تعملوا وشيروا لايك ولما كنت تشتركت في القناة اللي تشترك وتفعل زر الجرس عشان اوصل لك الفيديوهات الجديدة اشوفك على خير الحلقة اللي جايه في فيديو جديد